عثر خبراء مفرقعات على حقيبة تحوي عبوة مريبة في عقار خال بمدينة كريتشيرش النيوزلندية التي قتل بها مسلح خمسين شخصا بالرصاص في هجمات على مسجدين في مارس آذار الماضي واغلقت شرطة الشوارع في منطقة فيليبستاون بالمدينة وتم ارسال فريق مفرقعات ورجال اسعاف ومطافئ وطوارئ الى المكان وقال قائد شرطة المنطقة انه عثر على حقيبة بداخلها عبوة مريبة ودخيرة في عقار خال مضيفا ان وحدة المفرقعات ابطلت مفعول العبوة ألقي القبض على رجل من المدينة عمره 33 عاما واعادت الشرطة فتح المنطقة في وقت لاحق